بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا اتفقنا ان اعظم حاجة ممكن نبنيها هو بناء الانسان وخلاص معروف ان يوم الاتنين بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشارك في هذا البناء ان الواحد يكون سعى ان ابنه يكون افضل ان جيل بحاله يكون اكثر تنورا واكثر تفتحا واكثر ايجابية واكثر انتاجا واكثر كمان قربة من الله ده يبقى هو ده اللي ممكن نذكر بيه ممكن ده يكون هو الصدقة الجارية اللي احنا ممكن نعيش بيه وعشان كده بناء الانسان وتربية الانسان والشعار اللي عندنا ان احنا لابد ان نبني الانسان حتى نستطيع ان نحيا سعداء بالعمران فلازم نعمر الانسان كما نعمر البنيان وعشان كده احنا ماشيين في هذا الاتجاه اللي احنا بنمشي فيه خطوة خطوة وانا بعتباري ابو بتعامل مع حضراتكم على ان احنا قاعدين على ترابيزة واحدة بنتكلم بنتناقش وبنكون في حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده في اول اي عملية بناء للانسان لازم نسلم على حضرة النبي عشان يكون حاضر معانا واحنا بنتكلم في عز حاجة عندنا اللي محتاجين المدد والبركة فيها تعالوا نقول احنا هنتكلم عن ايه النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا انا واحد اتخرج من الجامعة ولما اتخرج من الجامعة حاسس انه هو مالوش اهمية مالوش لازمة حاسس انه هو ايه اللي يعني هو يضيفه في الحياة فانا لما شفته مش بس حزنت لكن قررت ان انا اساهم ومعاكم نساهم ان ده ما يتكررش مرة تانية ما يتكررش مرة تانية ازاي لما ناخد قرار ان احنا الرب اولادنا على انهم يكونوا قيمة مضافة يعني ايه اولادنا يكونوا قيمة مضافة ان كل واحد فيهم يكون نعمة من نعم ربنا على اهله على اللي حواليه مش لازم معنا انه يبقى قيمة مضافة انه لازم يكون عبقري او يبقى حاجة ما حصلتش بس يكون عارف ايه دوره وبيبذل كل جهده انه هو يقديه بشكل صحيح وعارف هويته عارف كل الكلام ده طب انا ليه ليه بيتكلم ده عشان انا بسمع كتير ابارة ان الجيل ده جيل سطحي وهايف وما عندوش هدف في الحياة طب ينفع ان احنا نقول كده الكلام ده ما يرضيش ربنا على فكرة واقول لكم حاجة كمان انا بقول لكم وانعارف وقريب من جيل ده والكلام ده من صحيح من صحيح يعني ايه لما اقول على جيل كله بهذه الطريقة كلام ده من صحيح وانا بتدايق كتير من المربين جدا لما يحسوا ان ولادهم مش بيعبروا عن نفسهم او ما عندهمش حافظ لهدف معين نفسهم يحققوه وبقى ايه اللي حاصل وبقى ايه اللي حاصل وبقى ايه اللي لاحظ ومش بس باللاحظ والابحاث بتقول ان كتير كمان في الوقت ده انتشار القلق والاقتئاب في ولادنا لغاية ما نزل الاقتئاب والقلق لسنوات من بداية الحياة اربع سنين وخمس سنين وبينت بعض الدراسات ان سبب مهم من الاسباب المهمة في ضعف فعالية الانسان وضعف فعالية ذاته ان هو بيكون مرهونة بتصورات عن نفسهم ومهاراتهم وقدراتهم وتأثيرهم في الحياة وماذا ادرككم ان هم شخصيات ممكن تكون قيمة مضافة لو هم ما عندهمش ده ما بيقدروش يكون هذا الانسان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اشعل في قلبي هذا المعنى التربوي ان احنا نتكلم فيه مع بعض ما كنتش انا حاسس بهذا ولكن حتى احلل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة السيرة ازاي كان بيتعامل صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وخاصة بعد كده ازاي ما نبين ازاي كان بيتعامل كمان مع اولاده الصغار وكان رسول الله دي احد عاداته الدائمة ان هو يعمل ايه ان حضرة النبي يبين القيمة المضافة لكل واحد من اصحابه فكان حريص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبين ان اصحابه كل واحد فيهم قيمة مضافة ايه ده ده المفروض لما الشمس تطلع شمس ايه حضرة النبي ده الشمس والقمر مع بعض يعني حضرة النبي لما يكون موجود خلينا نتكلم بعقل الناس اللي موجودين دلوقتي هو ابني يكون ظاهر ليه وانا موجود ما انا بدل ان هو موجود يبقى ابني ما يختفي فحضرة النبي ما عملش كده مع الصحابة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيبرز الصحابة لدرجة ابرازه للصحابة يقول ايه شوف الكلام اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ثم بعد ذلك وبين القيمة المضافة لكل واحد من الصحابة وكان اللي انا اقوله دلوقتي هو تفسير بايهم اقتديتم اهتديتم عندنا سيدنا ابو بكر الصديق عندنا سيدنا عمر الفاروق فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ارأف امتي بامتي ابو بكر ادهو ميزة سيدنا ابو بكر وليزاك اللي حاصل مين اللي يتولى بعد من ارسله الله رحمة للعالمين سيدنا ابو بكر قال واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي وافرادهم زيد بن ثابت واقرأهم ابي واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الا وان لكل امة امينا وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح يعني ايه كل واحد من الصحابة كان حضرت النبي بيعلمنا منهج بيعلمنا منهج ثربوي ومنهج كمان في ادارة البشر في ادارة الحياة وفي بناء الناس فلما يعرف كل واحد في القيمة المضافة يتمسك بيها ويعرف معنا احنا دايما بنكلم عنه يعرف ما اقامه الله فيه لما الانسان يعرف القيمة المضافة اللي هو يقدمها دي ده اهم حاجة في مسألة ما اقامنا الله فيه ويه اللي حصل ومقامك حيث اقامك يلواء ابني بقى هيعرف ايه القيمة المضافة اللي ممكن يعملها فيستمر فيها احنا بقى بنسأل هل احنا بنساعد اولادنا او تلمزنا في المدارس او الجامعات على انهم يكونوا قيمة مضافة في الحياة ولا اوقات كتيرة بنكون سبب لكابت شخصياتهم وطمس هويتهم اول حاجة بنعملها عشان تعمل الاسر العكسي ده واسر السيء ده اول حاجة ان احنا بنربيهم بالمخاوف اوقات كتيرة مخاوف الاباء والاسدزة وخبت امالهم في احلامهم الشخصية بتخليهم يحاولوا يحققوا بعضها في اولادهم وفي تلمزتهم فيرسمونهم صورة محددة للأولاد لازم يمشوا عليها ويفهمون ان اللي خارج هذه الصورة هو بيت الاشباح والرعب والضياع الطريق ده هو طريق النكاء ومعتقدين ان هم كده من حقهم وان هم يختاروا لأولاد ومستقبلهم والطريقة اللي يعيشوا بيها واللي يعبروا بيها عن نفسهم كمان ما تقولش الكلام ده فلازم مثلا اربيهم من صغرهم لانه يكون هدفه ان هو يطلع مهندس يطلع دكتور لانه ده هتواجهة اجتماعية مش هتتوفر وهتوفره كمان امان مادي او افضل طول الليل والنهار اقول لي بنتي انت ايه انا اسفيا انت تخينة وزنك زايد وشوية كمان ابالغ في ده فاقول لها ايه اكبرها على ان هي تعيش نمط حياة معين مش قصدي بس مش قصدي ان احنا نقبل السمنة لكن هي بتقول لها ان هي تعيش بنمط معين وارشدها بشكل طبي خاطئ لان انا مش طبيبة وممكن ماكنش يناسبها بس اهم حاجة ان انا وصلها رسالة ان انت تخينة وانت لو فضلت تخينة انا اسف مفيش حد عيهبرك واتجوزك ويزيط الدين بلا بق لما نهددهم ان هم لو ما عملوش اللي احنا عايزينه والله لنا ايه لبابا يعني ايه اللي حاصل انا مش اكتفي بان انا رفضاك اجيب حد كمان معايا يرفضك يعني انا ارفضك واجيب كمان حد الناس تاني معايا يرفضوك فتبقى مرفوض من العائلة كلها ليه طيب عشان هو مارس حق من حقوقه ان هو يحاول ان هو يجرب فاخطأ في التجربة فهو ازاي يخطأ في التجربة لازم يطلع صح من اول مرة او مارسة نوع من انواع الابتزاز العاطفي ان هم لو ما سمعوش الكلام لان تبني ولا عرفك وساعة الابتزاز بيزيد او يدخل على الدين وتقول له انت انسان مش بر بقابوك وامك عشان انت ما بتسمعش كلامنا اللي احنا عايزينك تمشيه في الطريق اللي احنا ممشيينك فيه اللي هو طريق مصلحتك وانت ما تعرفش مصلحتك واحنا عارفنا اللي هي مصلحته الحاجة اللي فاتتنا واحنا عايزين نعوضه فيه فيصبح ابني هي الفرصة التانية الفرصة التانية ليه وينفع تلميذي برضو يصبح تلميذي برضو لو انا مستاذ الجامعة ان تلميذي ده او تلميذي في المدرسة ده الفرصة التانية بتاعتي ان انا اعمل اللي أنا كنت عايزة أعمله أو ما قدرتش عليه حيات تانية اللي خطأ الكبير اللي بيخلينا ما نيوصلش إن أولادنا أو ما نخليش أولادنا قيمة إضافية ضيق النظر وحادية الرؤية وساعات وحادية الرؤية نجيب عكسها يبقى رينفع سقف التوقعات من أولادنا يعني أولادنا أولادنا من أول ما يدخلوا مدرسة يدخلوا مدرسة يبقوا الأوائل يبقوا متفوقين والضيق نظراتنا وما نقدرش نشوف أولادنا إيه القدرات اللي فيهم وإيه الصفات اللي متميزين فيها وساعات بنفضل شايفينهم بهذه النظر الطيقة لغاية ما توصل شخصيتهم وتتكلس على ده وأولادنا لما بيحسوا إنهم ما بقوش كده ما بقوش قيمة إضافية خلاص بيستسلموا لهذا الشعور وبيستسلموا للصورة السيئة اللي احنا رأس من عالهم لأن انتم مش متفوقين ولا زي أولاد خليتكم ولا زي أولاد عمتكم فالأولاد بيسلموا لده وحادة النمي ما كانتش يعمل كده خالص مع الصغار حادة النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة مختلفة جدا 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 يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين بالكلم عن سيدنا الحسن وهو صغير إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين شايف فيه إنه هو شخص ألوف شخص يجمع ولا يفرق فإيه اللي حاصل فحادة النبي شايف فيه ده فقال إنه هو ده اللي عيعمله ما بين المسلمين حاجة ثالثة كمان بنعملها وتخلي الأولاد يتكبتوا ما تحولوش إلى قيمة إضافية إن إحنا نعمم التجارب اللي حصلت في أوقات سلبية فأوقات كتيرة لما بيمر واحد مننا كمتدابين مشكلات بنشاركها مع أولادنا نعمل إيه نجيب ابننا ونقول له على فكرة سواء الأم أو الأب على فكرة أنا عندي مشاكل مع والدك أنا عندي مشاكل مع والدك أنا عندي مشاكل مع والدتك وأفضل حكي له الكلام ده وأقول له إيه هو ده اللي بيحصل فتيجي البنت لما تسمع الكلام ده من أمها تحس إن كل الرجالة كده أو كل الرجالة عينهم زيغة والولد يحس إن كل الرجالة للأسف عايز تسلموا لمسألة الغواية فيطلع الورد مستسلم للغواية وتطلع البنت تكره الجواز إزاي بقى نخرج من الأزمة دي إزاي نرب أولادنا على إنهم يكونوا قيمة وضافة أنا أقول شوية إجراءات بسرعة عشان نقدر نعمل كده لازم نساعد أولادنا إنهم يعرفوا هويتهم بإننا كمربين كأباء وأمهات كمدرسين كمواجهين ليهم لازم ندعم دايما تعرفهم على نفسهم مش نظن إن احنا عارفينهم أكتر منهم بلاش الكلمة أنا آسف يعني بلاش الكلمة الغير حقيقية والكلمة الكذبة أنا عارفك أكتر منك ليه طيب بتبقى عارف أكتر منه ساعدوا إنه يعرف وبلاش تخليه إنه لو حاول يحاول يقول لك إن أنت مش عارفه صح إن أنت تقوله إنه قليل أدب أو ما ترباش لإنه بيخلفك في الرأي أو بيخلفك في إنه هو يكون عنده رغبة تانية غير رغبتك يبقى لازم نكون أول حاجة أنت شغال مع ابنك كشاف كان في زمان في لعبة الكرة فيه حاجة ما كشافين قاعد تكتشف ابنك قاعد تلاحظه مش تلاحظه عشان تعقبه تلاحظه عشان تعرف الحاجات المميزة اللي فيه ولزيك الإدارة الصحيحة مش إنك تقبض على مرؤوسك وهو بيعمل الغلط فتعقبه لكن الإدارة الصحيحة إنه تقبض على مرؤوسك وهو بيعمل حاجة صح فتكفؤه فتصبح دي عادة من عاداته يبقى إحنا لازم نشتغل كشافين مع أولادنا بالذات في الوقت اللي إحنا فيه ده فإيه اللي يحصل فلما نشوف حاجة كده نصبر عليها ونكفؤ عليها ونكرارها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التفقد لأصحابه لأنه حضرته صلى الله عليه وسلم كان يعايز يعلمنا إنه إحنا نديم التعرف على أقرب الأقربين إلينا وأحبابنا فيقول عن سيدنا الحسن زي ما قلت لكم إن ابني هذا سيد يصلح الله بيه بين نفئتين من المسلمين يبقى لازم نعرف كده ونعرف إن ده بيشرب الأولاد من أولنا من أول حياتهم إزاي يعرفوا زياتهم بقى لازم نشرب أولادنا إحباطاتنا وتروماتنا وده حاجة تانية وده الإجراءة التانية بقى لازم نشربهم مخاوفنا للنساءات إحنا مش بنعلمهم بنقلمهم ساعات مش بنعلمهم بنعلم فيهم بنعلم فيهم بالواجعة فبلازن نقول لهم مخاوفنا من حقهم يقابلوا الحياة بصفحة بيضة ما فهاش كل هذا الخوف اللي عندنا لازم نربي أولادنا على عدم تعميم مواقف السلبية والتجارب فيخافوا من التجربة عايزينهم يحبوا التجربة وتتشكل عندهم تشكل شخصياتهم بدون سورة نمطية ويفضل تفضل السور النمطية دي للأسف حائل بينهم أنا هقول لكم حاجة السور النمطية التي نعلمها لأولادنا نحن نعلمهم سوء الظن ونحن نعلمهم التشاؤم ولا نعلمهم اتساع الرؤية بلاش تشاؤمنا وسوء ظننا وتعممنا المواقف السلبية ومخاوفنا ورعبنا وعدم يقننا من مدد الله لنا ننقلوا لأولادنا احنا مسؤولين ان احنا ما نعملش كده ده الإجراء التالي عشان ما يحصلش في لحظة من لحظات ان الحاجات تتوحش على أولادنا احنا محتاجين ايه بعد كده كمان محتاجين حاجة مهمة جدا جدا نعلمها لأولادنا نعملها مع أولادنا كإجراء الامر التاني ان احنا نسمح لهم بشكل واضح طول الوقت ان هم يتكلموا ويتكلموا بصراحة ويبقى عندنا ساعة صدر اللي سمع كلامهم ايه اللي اقول لكم حاجة ايه اللي مش هيكون صبور في تعامله مع أولاده دلوقت أولاده عا يدوروا على غيره ويسمعوا واذا حصل ده فأولاء فهم عا يفقدوا الانتماء ليه الاشد من كده وممكن يتشكلوا بطريقة أسوأ مما كان يتمناها اسمعوا أولادكم وانتو بتسمعوا أولادكم انبهروا والله لو انبهرنا باللي بيقولوا أولادنا أولادنا عا يطلعه ضرر وعا يطلعه كلام مهم جدا جدا واحد يقول لي ما أنا مش شايفه وفيه حاجة منبهرة ما انت لازم تغير رؤيتك ليه فانت بتسمع ابنك اسمع حد عنده حاجة يقولها حاجة يقولها في المشاعر حاجة يقولها في الأفكار حاجة يقولها في الأمنيات حاجة يقولها في الخيال لو اهتمت بده هتكتشف ان ابنك ده ات مليان درد ابنك لسه حديث عهد بربي ما تجيش هو بيقومل كده تقوله مش ممكن يا ابني احصل الكلام ده ما تعملش كده واحد بيقولك انا نفسي اكون اول مصدر اول صانع لكذا في الشرق الاوسط تقوله بلاش 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 انت هتجيب من اين هو في فلوس انت مش شايف اللي احنا فيه انت مش شايف انا ايه اللي حصل لي اللي حصل لك ده ما يمنعش رزق ربنا الولدك الله سبحانه وتعالى فصل رزق يا ولدك عنه رزق نحن نرزقكم وإياه هو دي رزق وانت لك رزق فما تجيش تقس رزقه على رزقك الله سبحانه وتعالى سيعامله مفردا لن يعامله معك فلازم انت تفهم ده رابع حاجة خلي عندك خلي عندهم هدف من هم وصغيرين ما يعملش حاجة غير بهدف ولازم دايما لما يكون هنده عدف يحبها لازم تتحلو ان هو يتمرن فيها يتدرب فيها ما يبقاش عندك خوف ان ده وقت يباوز له اللي هو مدرسه اكتشفه حاجة غريبة جدا ان كل ما بتتنمى مهارات الانسان كل ما بيزداد زكاؤه كل ما بيزداد ابداعه كل ما بيتفوق في الدراسة فلزيك احنا لازم نزود مهارات اولادنا فلازم يبقى عندنا دلوقتي خلاص بلازم يبقى عندنا في ميزانيتنا ان احنا نخصص جزء لتدريب اولادنا في الحاجات اللي بيحبوها والحاجات اللي بيتقنوها عشان الاولاد يبقى عندهم قيمة اضعفية خامس حاجة لازم ندعم اولادنا ونساعدهم وكل ما يعملوا حاجة فيها قيمة اضافية نشكرهم وياليت نفعلها وياريت لو اننا تعلمت حكمة او كلمة مهمة من ابني ياريت رددها كتير قدامه عشان يعرف ان هو ليه اهمية يعني ابني لما يقول لي يا بابا احنا مش ممكن نقزي حد لان اللي بيقزي حد اول حاجة بيتوجع هو لان هو ساعتها ما بيبقاش انسان طيب انا لو كررت الكلام ده مع ابني ابني ممكن في لحظة من اللحظات يكون من افضل الناس في اصلاح العلاقات ما بين الناس ويدخل كلامه لقلوب الناس ويكون راجل متحدس لاصلاح القلوب واصلاح العقول يا رب الاجراءات اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة نعد وياريت تكلمونا وتقولونا انتو هتجربوها و هتكون ايه النتيجة احنا مستمرين في بناء الانسان مستمرين في بناء الانسان لان احنا مش هقول ما عندناش خيار لا لان هي دي الحياة اذا احنا ما مشيناش في بناء الانسان عنقرر ان احنا نعيش على الهامش واحنا مقررين ان احنا نعيش في ظل ولئن شكرتم لأزيد انكم اولادنا نعمة والتفكير نعمة ومهارتهم نعمة والخير اللي جواهم الحديث الاعاد بربه ده نعم كتيرة لازم نشكرها وننميها ونكتشفها وندعمها يا رب اوزعنا ان احنا نشكر نعمة اولادنا فنساعدهم على انهم يعرفوا هويتهم ويبنوا شخصيتهم عشان يكونوا قريبين اليك يا مولانا بالنعم التي تفيد بيها علينا يا رب العالمين اكرمنا ان نكون من الرشيدين على الدوام بعد الفاصل نلتقي بأسئلتكم المباركة عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها ولكن دلوقتي عنا تلقى اول سؤال من السيدة ام يوسف من المينيا ام يوسف سلام عليكم عليكم سلام ونحط لها بركاته اتفضلي يا شيخ لو سمعت أسلك بس هو يمكن خرطي الحلقة شوية نعم خرطي الموضوع يعني خرطي الموضوع وعسلك عن المشكلة عندي ايو يا شيخ اتفضلي انا متجاوز ادلي سبحت اصر سنة كويس ربنا يبارك الله يخذيك وعندي اربع اطفال طي ودنا تسح سنين مقامين عند اخوات جوزي معلش اخر طفلك ان سنه كام انها ثلاث سنين صفة انها ثلاث سنين طي اتفضلي ودنا تسح سنين وقمين عند اخوات جوزي معلش بيت يعني كده في نفس الشقة ولا في نفس البيت لا البيت حماية وزعناها بما انه لما حماية وفق وزعنا المراس طيب يعني بجمال عندناش مكان فاحنا جاعدنا في مكان مزرعة مزرعة الفراغ بس فيها كام قوضة يعني فالمزرعة دي بتاع اخوات جوزي احنا دي النتيزة حسنين جاعدين فيها وجوزي مش عينو يتحرق ولا يعمل بيت طي وكل يوم الدنيا فغلاء يا شيخ زي ما انت شايف طي وكل ما اقول اعمل جليا مسحر لما تسرط هو احنا الحمد لله يعني كل ما ربنا عزتنا في جرش نشتري حتة ارض نشتري حتة ارض لما الحمد لله عندي ما تمان جراري تمان جراري الزراعية فانت عايزة عايزة يبيع اقراتين وابنلكم بيت مش راضي يا شيقي يقول لما تفرج الناس تبني من واسع انا عارف الناس تعمل مصروري من واسع لكن ما تبنيش من الواسع يعني انا عندي حتة ارض الوقت ابيع بيتي ابيع مراتب وولادي ولا بيحطة الارض وابني بيت لويالي حاض كل ما نتكلم في الموضوع يا شيخ نطسطين وصل لطريق مزدود وانا عندي اهل يديدش اغريب ما سألش علي ما سألش علي يا شيخ ولا كأن يعني عزك الله لو فرخة لا يبعني الواحد ما يدور عليها وهو ما سألش عليها بعتده كذا انت انسان مكرم وعزيزة وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يبارك بعتده كذا مرة انه هو يطلق ام يوسف ام يوسف انتو بقى لكم ادي ايه بعيد عن بعض شهرين طيق اريد اروح اعمل اسنان في القاهرة عشان يعني في الجامعة في جامعة وكذا مشيخضو فلوز يعني لكن هنا في الشغل في العيادات هاي وعيزة بلوز كتيرة وانا ما عايزش فلوز ان انا اشتغل في اسناني يعني اسنان عايزة تكاليف جامدة طربيش وحشو عصب وكذا فينفع فانت بتسأليني دلوقتي على سؤالين السؤال الاولاني تعملي ايه مع جوزك وهو خلاص هو سابني عندك تأهلي هو مش عايزني دهين ما حاولش حتى يرجعني يقول يا ستي يعني تفاقلي بالخير ان شاء الله اقولك شوية حاجات ممكن تعمليها حاجات تانية انت عايزة تعالجي اسنانك وهو وهو ما ازلكيش هقولك تعملي ايه طيب ام يوسف سألتنا سؤالين سؤال لاولاني تعمل ايه في الحالة دي مع جوزة اللي هو في الحقيقة شايف ان الارض اهم من البيت والبيت دوت هي شايفة ان البيت دوت هو البيت اللي بيسترهم هو شايف ان المكان اللي هم قاعدين فيه مهما كان ما يتناسبش مع الاولاد هم قاعدين وفي مكان نسترهم وخلاص لا البيت لازم يكون بيت ادمي بيت هي بتقول على وصفها بيت مش مناسب ووسط عشة فراخ والكلام ده كله لا ده مش مناسب والاهم مش ان انت يبقى عندك طين المهم ان انت تحافظ على نعمة رب العالمين اللي هم مين اللي هم زوجتك واولادك وذلك كلكم راعي وكلكم مسؤول عن راعياتي انت مسؤول عن زوجتك واولادك المكان ده لو بيبردهم انا اسف البرد ده عادي تحاسب عليه يوم الايامة اذا كنت انت قادة توضيهم في مكان يتسطروا فيه ويحسوا فيه في الامان ويحسوا ان هم مش مرميين في الشارع السكن مش بس بيحسس الانسان بانه ما يوصلوش برد ولا حر البيت كمان بيحسس الانسان بانه انسان محترم وفي مكان مأمون فانت لازم تحسس اولادك من هم وصغيرين انهم محترمين لو كنت عايز يبقى عندك طين عشان الناس تحس بانك انت محترم اللي اهم في الاحترام ان انت تكون انسان الناس شايفاك بتقدر نعمة ربنا عليك اللي هي زوجتك واولادك وولزلك من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول فانت بتسأليني تعملي ايه ناس يكونوا مؤسرين او عقلاء يكلموا جوزك اني لأ الانسان قبل اي شيء في الاكوان الانسان اولادك قبل الطين وقبل العجين قبل كل حاجة اولادك هم الاهم اولادك وزوجتك هم الاهم اسرتك هي الاهم فاتق الله سبحانه تعالى فيها اما السؤال التاني بتسألي انا ممكن اخرج من غير ما استأذنه عشان اعمل اسناني لو اني اسنانك فيها الم شديد لو اني واحد مضطر الاساس ان انت لازم تستأذنه من جوزك فاستأذنه منه اترب منه ان انت تستأذنه اذا الالم زاد عليك روح المستشفى طبعا روح المستشفى ليه لان من اول مقصد مقصد الشريعة هو الحفاظ عن نفس وربنا امرنا الا نلقي بايدنا الى التهلكة ومن التهلكة اني تهلك سناني تبقى سناني واجعاني وانا بسرخ ده هو الاولى ان هو ييجي هو اللي يوديك المستشفى فاذا اضطريت ان انت واحتجتي ان انت وتعب الاسنان الناس ما تستهنش به مش لازم الواحد يعني عشان يروح المستشفى ولا يروح يتعالج لازم يكون كليته خلاص بعد الشر يعني عن كل الناس لا ده وجع والوجع ده لو احتاج لعلاج وانت بعد تيل وتستأذني وما ازلكيش اتعالجي لان الصحة نعمة والصحة دي واجب على الانسان ان هو يحافظ عليها فتعارض واجبان تعارض واجب الاستئذان وواجب الصحة لا الصحة مقدمة عن واجب الاستئذان اذا هو ما ازن شو انت احتاجت لده اعملي كده تروح المكان تعالجي فيه اسنانك لان احنا مش هنسيب المسألة للتعنط ما بين والتعصف في استعمال الحق لا انت لو محتاجة لده اعمليه معنا ام حمود تتفضل اشكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل ونعمة والحمد لله الله يخليك الوقت انا اعمل سؤال بس عم حضرتك تفضلي الوقت انا كنت تعبانة وكنت وكنت ندرة ان انا اعمل حاجة مش ندرة قلت ان شاء الله ما ربنا يا ام بالتلامة وبنت تنجح ان شاء الله هعمل واجبات اطلحة لله طيب ام ام يعني موضيش نسمعي لفع ان انا عجلة مثلا تبقى واجبات افتار صايل واللي اللي ان قلت عليه طيب بص يا مم محمود فضل انتي هل قلت لله علي لو حصل كده ان انا اعمل كده لا انا ما قلتش كده طيب اسمعيني طيب انا قلت ندر علي اعمل كده ايه انتي قلت ندر علي اعمل كده لا قلت ان شاء الله لما انا قوم بالسلامة بدل ما قلتش العبارتين دولا اللي هم بيبقى واضح فيهم فكرة الندر وانتي نفسك من جوة ما كانش عندك ندر انتي عايزة تشكري ربنا على النعمة اللي حصلت لك ايه تمام كده بالضبط حراص اه ينفع ان انتي تأجليها الرمضان عشان تكتري السواب وان شاء الله ربنا يبارك لك ان شاء الله معنى ان انت بتحب ربنا ان انت تحب بالناس كلها في الله ولذلك من اهم الحكم اللي انا بعيش بها في حياتي ان ليس من تمام الحب ان تحب حبيبك وحدك ولكن من تمام الحب ان تجعل الكل يحب حبيبك انا اقصد مولانا سبحانه تعالى فلازم الكل يحبوا مولانا سبحانه تعالى واكتر حاجة ممكن يبقى فيها ومن غشانا فليس منا هو الغش في حاجة اسمها الغش التجاري وفي حاجة اسمها الغش الديني ده اسأل الله سبحانه تعالى ان هو يجنب مجتمعنا الغش الديني لانه للأسف للأسف احنا محتاجين نقاوم هذا الغش الديني بأشكال كتيرة جدا جدا حتى في انفسنا حتى الغش الديني هو عندما يصبح التدين بلا أخلاق عندما يتحول التدين إلى أخلاق وإلى قيم تدفع الناس انهم يكونوا أهل تنمية وأهل جمال وأهل رحمة وأهل خير هو دوت التدين الحقيقي وهو دوت عدم الغش الديني وهو ده الصدق الديني فارب اجعلنا دايما من أهل الأخلاق وربنا يجعل هذه الرسالة تصل إلى كل الناس عشان نقدر نكون أفضل من كده معنا السيدة أمو عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام أهل تفضلي بعد إذنك يا مولانا أنا كان عندي ثلاث أشئلة زغارين إن شاء الله منتبطينوا بعض يلا يا فندي مع حضرتك هو إن شاء الله حتى كعائف يا مولانا إن في مواقع الإنترنت بتسمح بتحميل الأسلام ومسلسلات مجانا بدون إذن المنتجين أنا كنت سمعت من أحد علماء الشريعة إن هو التشفير بعد النشر لا يجوز وبناء عليه يجوز التحميل من هذه المواقع ما أختلف لو هيفقعها على هذا الأمر كان أعطت أكمل حاتك ما بأي هل يجوز إن أنا أحمل مواد التفريهية من هذه المواقع بناء على هذه المعلومة إن هو لا يجوز التشفير بعض ده السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثاني يا فردم برضو متعلق به دلوقتي تهيزيون يا فردم وقرات تهيزيون فيها القنوات دي بتعرض الأسلام والمواقع بجيت مجانا أنا كمشاهد أنا اللي فتحت القنوات دي ولا مسؤولا أخلقها لو فرقت عليها أنا علي وزر يعني القنوات اللي هي مشفارة أنا قدرت طيب لو فتحت لو فتحت مجانا يعني لو في مواقع فتحت المواقع لو في مواقع فتحت يزير القنوات مجانا فهل اللي هيبقى حرام علي أني أنا شاهدها هو ده سؤالك لا برضو يا مولانا بكام على قرات التليزيون وانت بتقلف يا مولانا في قنوات بتقرد على تقريبا بتتعرض على تليزيون الأسلام والمواقع دي مجانا طيب الدليزيون مفتوحة طيب وهي قنوات مفتوحة آه مفتوحة ومفتوحة ومفتوحة مواصلين ناسية طيب من إفنوها مش إحنا طيب هذا السؤال التاني السؤال التالي السؤال بعدين هده طيب أنا كنت عايزة أسرى دكتور عن كني أحمل الفيديوهات الدروس بتاعته من نوقع اليوتيوب حاضر أقول لحضرتك إجابة السؤال دوت وفي كنترول ممكن يساعدوك ويبدأت بسهولة إن شاء الله أول سؤال بتسألني المواقع اللي هي بتعرض المسلسلات أو بتعرض المواد الإعلامية اللي بتبقى موجودة في منتجة بشكل معين وبتعرض على منصات معينة المنصات التانية اللي بتاخد ده وبتعرضها مجانا ميز زي المنصات اللي ممكن تكون بتعمل ده بمقابل هل يجوز لها إن هي تشاهد ده أهي يجوز لها إن هي تحمل ده السؤال كان عن تحميل المواد دي السؤال ده متوقف على المنتج أو المنصة هل وضعت تحذير ووضعت منع وقالت إن هي تمنع من أي نوع من أنواع الدون نود لهذه الأشياء فإذا كانت بتمنع من ده فده من حقها وما ينفعش إن أنا أحملها وإنجاز إن أنا أشاهدها يبقى دي أول سؤال يبقى إيه اللي حاصل يبقى لو كان الموقع نفسه بيقول إن ده لإن ده ساعتها إذا حصل ده ده شكل منصوص عليه على إنه شكل من أشكال التهكير يعني شكل من أشكال التعدي إنه فيه حد عامل سفتي على الحاجة بتاعته دي فأنت اخترقت ده بأداء احتيالية وأخدت ده وعرضته على الموقع عندك وهو مانع ومن بيسمحش إن حد ينزله تبدأ فيه ضرر عليه طبعا فيه ضرر عليه لإن عدد مرات التنزيل أو عدد مرات التحميل ده بتعود عليه بعوائد معينة يبقى إيه اللي حاصل يبقى المسألة واضحة إذا كان هو مشترط ومانع لا ما نحملش ونكتفي بالمشاهدة لأن المشاهدة دي بتخليه بتخليه يروج أكتر الحاجة التانية السؤال التاني بتقول بقى لو فيه قنوات مفتوحة جات قنوات تانية فتحت قنوات أو خادت مواد لقنوات مشفرة وحطتها على الأمر ده الحرمة تقع على مين تقع على هذه القنوات طب هل أنا كده أساعد في الإسم والعدوان لا اللي بيساعد في الإسم والعدوان هو الشخص اللي بيشارك هذه القناة في صناعة هذا الاختراق وهذا الاحتيال وهذه السرقة الحاجة التالتة اللي هي مسألة المسألة البرامج خلاص احنا قلنا بنحلع على الاحتيال احنا بس عايزين نقول حاجة مهمة جدا الاسئلة اللي تسألت دي على قد ما هي مهمة انا عايزة اقول حاجة شوية شوية السؤال دوت اسمحولي بشيء من الاستبصار فيه قدر فيه نوع من انواع الاسئلة بيبقى فيه سنة سنة بداية واسواسة بيبقى ايه سبب الكلام ده السبب الكلام دوت مش بس ان السؤال عن قنوات وعن التشفير وعن كده لكن سبب الامر دوت انه بنبتدي ان نتدرج من حاجة الى حاجة من حاجة الى حاجة من حاجة الى حاجة فاحنا علينا نفهم قاعدة مهمة جدا جدا انه فيه حاجة حاجة اسمها حقوق الملكية الفكرية فاذا كان ده فيه اي نوع من اخطراق الملكية الفكرية الحد واعادة الضرر على شخص يبقى خلاص ده ممنوع بشكل معين وعايز يعرض ده بشكل معين وهو دوت اللي بيسمح به وهو عارض منتج والمنتج دوت هو دي الطريقة اللي هو عارضها لازم نلتزم بده نلتزم بده ليه لان خلاص هو دوت اذا ما التزمناش بده نتجاوز قاعدة لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال فالضرر يزال ازاي ان محدش يعمل هذا الضرر ولا حد يقوم به مش ان الضرر يقع وبعدين نزيله لا الضرر يزال بمنعه ابتداء لان احنا عندنا ثلاث مستويات لازالة الضرر اول حاجة بالمنع ثم الدفع ثم الرفع يبقى احنا كده عرفنا القعدة عشان ما نسترسلش في هذه المسائل احنا يا سادة اتكلمنا النهاردة عن القيمة المضافة وزي كل واحد من اولادنا يكون قيمة مضافة احنا لازم نسعف ده ونستمر في ده ونحن نفضل نتكلم لغاية ما نكون عاوني لأولادنا على انهم يكونوا خير ونكون عاوني لأولادنا انهم الله سبحانه وتعالى يفتح بيهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين لنا قيمة مهمة جدا جدا قال نصرته بالشباب فبين ان الشباب قيمة مضافة وعمل قيمة مضافة لما خلى سيدنا اسامة يقود الكيش ففهم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وكبار الصحابة ان سيدنا اسامة قيمة مضافة وعشان كده امضوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا قائدا للجيش استمروا في دعم اولادكم اولادكم مش محتاجين منكم ان انتوا تفكروا لهم اولادكم محتاجين ان احنا نحترم تفكرهم ونساعدهم ان هم يخرجوا اجمل ما فيهم لما نحسسهم بالامان ونحسسهم بالدعم ونحسسهم ان احنا وراهم دايما سر من اسرار مدد ربنا ليهم لان ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا ان هم يبرونا امرهم ان هم يبرونا لان احنا نفضل دايما سند ومدد ليهم من رب العالمين وعشان كده هالجزاء والاحسان الا الاحسان ربنا امرهم ان هم يحسنوا يحسنوا الينا لان احنا هنستمر الجز والقناة اللي بيوصل لهم مدد ربنا من خلالنا ما تمنعوش مدد ربنا ودعموا اولادكم هتشوفوا العجب لان ربنا سبحانه وتعالى جعل اولادنا مليانين بالبركة والنور لانهم حديثي عهد بالله سبحانه وتعالى يا رب اكرمنا بالرشد وجعلنا دايما ندعم اولادنا ونخرج اجمل ما فيهم يا جميل يا ودود يا كريم يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة